موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قال تعالى في الآية السابعة والعشرين من صورة الأنعام ولو طرأ إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الآية فيها بلاغة ما بعدها بلاغة وبلاغة الآية في حذف الجواب أحياناً تقول رأيت شيئاً لا يصدق أو رأيت شيئاً لا يوصف أو اللغة عاجزة عن الوصف تعبيرات كثيرة تستخدم أسلوب العجز عن الوصف كأسلوب للوصف وهذه الآية بلاغتها في حذف الجواب لعلي أنقل لكم آية مشابهة أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أين الجواب؟ يعني هذا الذي ينهى عبداً إذا صلى انظر إلى أحواله انظر إلى موافقه إلى عهوده إلى استقامته ليس مستقيماً ولا يفي بالعهد ولا ينجز الوعد مادي دنيء شهواني يخون ينافق يكذب يحب ذاته لشدة النقائص التي فيه لكثرة العيوب التي تلبس بها لشدة الحقارة التي تغطيه من رأسه إلى قدمه الله عز وجل حذف الأوصاف كلها وقال أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى وفي هذه الآية والآية التالية إشارة إلى بعض مواقف عناد المشركين وفيهما يتجسد مشهد من مشاهد نتائج أعمالهم لكي يدرك المصير المشؤوم الذي ينتظرهم فيستيكذون أو تكون حالهم على الأقل عبرة لغيرهم فتقول ولو ترى إذ وقفوا على النار لتبين لك مصيرهم السيء المؤلم أنه المشهد المقابل لمشهدهم في الدنيا مشهد الندامة والخزي والحسرة في مقابل مشهد الإعراض والجدال والنهي والنأي والإدعاء العريض لو ترى حالهم يا محمد لو ترى ذلهم لو ترى تضعضعهم لو ترى ندمهم لو ترى حسرتهم لو ترى عظم خسارتهم لو ترى ندمهم كأن اللغة لا يمكن أن تعبر عن حال هذا الإنسان الذي خسر الأبد وعاد سبحانه إلى الحديث عن أحوال المكذبين يوم القيامة وأنهم حين يرون ما أعد لهم من العذاب وما أعد للمؤمنين من الثواب لو ترى لرأيت ما يهول ولرأيتهم يقولون يا ليتنا نرد أي إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أي نتوب ونعمل صالحا يعلمون الآن أنها كانت آيات ربنا وهم يتمنون لو يردون إلى الدنيا وعندئذ فلن يكون منهم تكذيب بهذه الآيات وعندئذ سيكونون من المؤمنين ولكنها ليست سوى الأمان التي لا تكون إنهم في تلك الحال على درجة من الهلع بحيث أنهم يصرخون ليتنا نرجع إلى الدنيا لنعوض عن أعمالنا القبيحة ونعمل للنجاة من هذا المصير المشؤوم ونصدق آيات ربنا ونقف إلى جانب المؤمنين ولكن الحسرات والعبرات لا تغني شيئا إلا إذا كانت خوفا من الله وعذابه قبل أن يقع أما بعد الوقوع فهي بكاء على الأموات ولهفة على ما فات هذا الكلام يتلى علينا الآن نحن أحياء والفرص كلها مفتوحة بإمكانك أن تتوب وأن تستغفر وأن تصلي وأن تقرأ القرآن وأن تعمل الصالحات وأن تنفق الأموال وأن تدعو إلى الله وأن تطلب العلم وأن تكون بارا بوالديك وأن تربي أبنائك كله ممكن مدام في العمر بقية لذا يقول الإمام علي عليه السلام بادر الفرصة قبل أن تكون غصة ليس كل طالب يصيب ولا كل غائب يؤوب ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد ويقول والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير ثم يعقب سبحانه على قولتهم هابه فيما لو أجيبوا إلى طلبهم على سبيل الفرض والتقدير فيقول في الآية الثامنة والعشرين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون تؤكد هذه الآية أن ذلك ليس أكثر من تمن كاذب وإنما تمنوه لأنهم رأوا في ذلك العالم كلما كانوا يخفونه من عقائد ونيات وأعمال سيئة مكشوفاً أمامهم فاستيقظوا يقضة مؤقتة عابرة بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل فليس الأمر كما يوهمه كلامهم في التمني من أنهم يريدون العودة للهداية بل الحق أنهم تمنوا العودة إلى الدنيا بعد أن استقبلتهم النار بلهبها وبعد أن ظهر لهم ما كانوا يخفونه في الدنيا من أعمال قبيحة ومن أفعال سيئة وبعد أن بدى لهم ما كانوا يكذبون به وينكرون تحققه ولكن لا ينجو غداً من عذاب الله إلا من كان واضحاً صريحاً في هذه الحياة تنسجم أقواله مع أفعاله وهما معاً إنعكاس عن ذاته وواقعه حتى كأن الجميع شيء واحد عند الله والناس أما الغامض المبهم الذي يعرف الخالق منه ما لا يعرفه المخلوق من الرياء والنفاق أما هذا فسوف يبدو له جزاء ريائه ونفاقه وتذهب نفسه حصرات على إساءته ويتمنى الخلاصة بالرد إلى الدنيا ولكن هيهات ويختم الله الآية يختمها بالنتيجة الحاسمة لموقفهم الحقيقي ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم لكاذبون لكاذبون في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل لو أنهم ردوا إلى الدنيا بمتاعها وشهواتها وأهوائها لعادوا لما نهو عنه من التكذيب بالآيات والسخرية من المؤمنين وأنهم لكاذبون في كل ما يدعون فالآية الكريمة تصور ما طبع عليه هؤلاء الجاحدون من فجور وعناد وافتراء لأنهم حتى لو أجيبوا إلى طلبهم على سبيل الفرض والتقدير لما تخلوا عن قفرهم ومحاربتهم للأنبياء والمصلحين ولقد قرأنا عن عشرات المجرمين أنهم تابوا وهم في غياه بالسجن حتى إذا خرجوا عادوا إلى إجرامهم وآثامهم كما يقول تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ثم بيّن سبحانه بيّن بعض مفترياتهم في الدنيا واغترارهم بها فقال في الآية التاسعة والعشرين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين أي لو ردوا إلى حياتهم الأولى لقالوا ما قالوه من قبل لا بعث ولا حساب ولا جزاء هذه هي فكرة مادية الحياة الحياة والإنسان حيث الوجود يتحرق بين عدمين فلا وجود بعدها كما لا وجود قبلها وبذلك لم تعود الرسالات تمثل لديهم شيئاً فيما تفرضه المسؤولية على الإنسان من أعمال ومواقف بل كل ما هناك أن للحياة حاجات لا بد من استكمالها والحصول عليها بأي ثمن بعيداً عن أي قيمة روحية أو أي تفكير غيبي ولهذا لم يكلف أنفسهم عناء التفكير بالغيب الذي حدثهم الأنبياء عن آفاقه الرحبة فيما يمثله اليوم الآخر وتمثله الجنة والنار وما يعيشه الإنسان من رضوان الله ورحمته وعفوه وغفرانه فالحياة باعتقادهم لا تحمل أي معنى وهي في كل مظاهرها وأوضاعها لا تجسد أو تعكس أي تحقيقة أخرى فهي تبدأ هنا وتنتهي هنا وليس وراءها أي شيء إطلاقاً واعتقادهم هذا يعبر عن أمنياتهم وليس عن الواقع كما هو في الحقيقة وتسأل كيف ينكرون وقد شاهدوا الهول الأكبر وعرضوا عليه وتوسلوا للخلاص منه وقطعوا عهداً على أنفسهم أن لا يعودوا إلى ما كانوا عليه الجواب إنهم يعرفون جيداً أن الحساب والعذاب واقع لا محالة ولكنهم يعرفون أيضاً أنهم لو أعلنوا الحق وخضعوا له لفاتتهم المغانم والمكاسب قال تعالى وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْطَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة